انتهت الانتخابات العراقية وأعلنت النتائج بعد تأخير طويل ولم ينتهي الجدل ولا أصبح مستقبل العراق السياسي أكثر وضوحاً عما كان عليه قبلها النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات لم ترض الخاسرين ولا أراحة الفائزين هو ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي يضم الكتلة السياسية الشيعية المرتبطة بالحجد الشعبي أصدرت بياناً عبرت فيه عن رفضها للنتائج واتهمت هذه الكتل والأحزاب المفوضية العليا للانتخابات بعدم التعامل بصورة جدية مع الطعون التي قدمتها وفق الأطر القانونية المعمولي بها وشككت هذه الكتل في العديد من النقاط المتعلقة بالعملية الانتخابية مثل عدد الأصوات الباطلة والغاء البصمات المتطابقة وتجهل الملاحظات المراقبين الدوليين والمحليين قدمت العديد من الطعون على النتائج وحشدت أنصارها للتظاهر في الشارع تعبيراً عن رفضها ولم تسفر عمليات إعادة الفرز والعد اليدوي عن تغيير كبير في النتائج النتائج غير مريحة للفائزين أيضاً ولا تجعل من بناء تحالف قادر على تشكيل الحكومة مهمة سهلة فالتيار الصدري الذي حصل على ثلاثة وسبعين مقعداً هو أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل لا يستطيع أن يشكل حكومة أغلبية بالتحالف مع المكونين السني والكردي وحتى في حال تمكن مثل هذا التحالف من استقطاب مستقلين وكتل صغيرة فإنه لن يستطيع الوصول إلى تشكيل حكومة أغلبية ومن غير المرجح أن تدخل الكتل السنية والكردية في تحالف مع التيار الصدري إلا بعد تحقيق الحد الأدنى من التوافق داخل البيت الشيعي والذي يتولى تحديد المرشح لرئاسة الوزراء ومن شأن هذا الوضع أن يعيد العراق إلى نفس آلية تشكيل الحكومة في السنوات الماضية